اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن تجربتي مع تنظيف الكبد من السموم يطلق على الكبد اسم بيت التطهير وذلك لما يقوم به من وظائف هدفها تطهير الجسم وتنقيته من السموم وترضيها للخارج بعدة طرق وبناء على ذلك فإن الكبد يكون معرضا لبقاء السموم به لفترة من الوقت مما يؤثر على صحة العامة للكبد ومع مرور الوقت قد لا يمكنه القيام بوظائفه لذا دائما ما يحتاج الكبد إلى تنظيفه مما يوجد به من سموم تجارب تنظيف الكبد من السموم لا يمكن حصرها فالجميع يهتم باستمرار على تخليص الجسم من السموم والحفاظ على سلامة الكبد من أبرز النتائج التي تم الحصول عليها من التجارب المختلفة مع تنظيف الكبد من السموم هو اتباع نظام غذائي يعتمد على منح الكبد كل ما يحتاج إليها حتى يقوم الكبد بالتخلص من السموم ويعمل بطريقة منتظمة وحتى يمكننا المحافظة على صحته يجب الاهتمام بتناول السوائل المعادن الفيتامينات الأحماض يجب اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الماء بكثرة خلال اليوم بما لا يقل عن لترين من الماء لليوم الواحد الحرص على شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ وذلك لمنح الكبد القدرة على القيام بعمله تناول البذور الغنية بالمعادن كالماغنيسيوم والكالسيوم والزينك تناول الخضروات الورقية لأنها غنية بفيتامين سي ومادة الكلوروفيل مثل السبانخ يحتوي كل من الملفوف وبذور الكتان واليقطين على مادة الكلوكوكارت ومادة الكلوكوسينولات وكل منهما لها دور هام في مساعدة الكبد على طرد سموم من الجسم وسموم الكبد تناول الخضروات الغنية بالأحماض الأمينية والكبريت حيث يساعد الكبد على إنتاج مادة الكلوتاثايون ومنها الكرات والبصال تناول الفواكه أو شرب العصائر التزجة للاستفادة من العناصر الغذائية الغنية بها المشي والسباحة وممارسة الرياضة بصفة عامة يزيد من قدرة الكبد على ترد السموم من خلال تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل الأكسجن في الجسم عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون ويفضل استخدام زيت الزيتون كمادة دهنية في أعداد الطعام إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر